رحب الخير يا أصدقائي كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تبتسمون كل يوم وأتمنى أنكم دائما بصحة زيدة وشكرا يا أصدقائي على كل الدعم الذي تقدمنا وليدي القناة شكرا شكرا جزيرة شكر والآن دعونا نبدأ يا أصدقائي في أفضل عشرة تطبيقات أندرويد التي يجب عليك أن تقوم بتثبيتها حالا إلى أول تطبيق هو تطبيق للكيبورد أو لوحة المفاتيح وهو تطبيق يمتاز بميزات جميلة جدا وعذرا يا أصدقائي لأنني أصور فقط ببرنامج تصوير شاشة لأنه ليس لدي الوقت نهائيا من أجل أن أقوم بتصوير بالكاميرا لأنه يأخذ وقت طويل جدا لذلك عذرا على هذه الحلقة وإن شاء الله الحلقة القديمة سوف أصور لكم بالكاميرا إذن تقوم بالضغط على إنيبل من أجل أن تقوم بإعطائه صلاحية الأكسس تقوم بالضغط هنا ثم تقوم بالضغط على أوكي وبعد ذلك لاحظ معي تقوم بالضغط أوكي حسنا سويتش بعد ذلك تقوم باختيار هذا الخيار الثاني بعد ذلك تقوم بالضغط على أوكي ولاحظ معي تقوم بإعطائه جميع الصلاحيات التي يحتاجها الآن لاحظ معي شكل الكيبورد يعني روعة روعة صراحة أنا أحببت هذه الكيبورد لدرجة لا توصف سوف أقوم بكتابة مثلا مرحبا يا أصدقاء إسمي فيصل أحبكم يا أصدقاء مثلا عندما تقوم بكتابة كلمة love فهو يظهر لك رمز القلب يعني رائع يعني يظهر لك الإيموجي هنا سوف تجد جميع الإيموجي التي أنت بحاجة إليها يمكنك أن تقوم باختيار التيمات لكنني لا أتوفر حاليا على الأنتغنت لذلك لا تظهر معي التيمات لكنه يتوفر على عدد كبير من التيمات يمكنك أن تقوم بتحميلها الآن يا أصدقاء دعونا نمر إلى التطبيق الموالي وهو عبارة عن لانشر هذا اللانشر فهو لانشر رهيب جدا كل ما عليك هو أن تقوم أظن يمكنك أن تقوم بوضعه يعني كلانشر أساسي لهاتفك الأندرويد وبعد ذلك لاحظ معي بالنسبة للانشر فهو جميل جدا يحتوي على ما يسمى بالأنيميشن لاحظ معي هنا هنا يقول لك حسنا سوف أقوم بعمل هنا مثلا الأنيميشن ما هي الأنيميشن أي أن الأيقونات الأيقونات كما تشاهدون لاحظ معي بالنسبة للأيقونات يعني الأيقونات تظل في حالة حركة كما تشاهدون يعني الأيقونات تتحرك بهذا الشكل الرائع جدا يعني هاتفك يصبح به نوع ما من الحيوية والنشاط كما تشاهد يعني الأيقونات تتحرك أنت يمكنك أن تتحكم بها بحيث تقوم بالضغط هنا على أنيميشن وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بإزالتها إذا أردت ذلك يمكنك إزالة الأنيميشن أو يمكنك أن تقوم بإعادتها كما تشاهدون يمكنك أن تقوم بإعادة الانيميشن إذا أردت ذلك كما تشاهد يعني روعة هنا لدينا بعض الإعدادات يمكنك هنا أن تقوم بالضغط على تولز بعد ذلك يظهر لك البطارية ويظهر لك مساحة الرام والجميع المعلومات الأساسية والانيميشن أيضا سوف تجدها هنا تقوم بالضغط هنا على انيميشن ثم تقوم بالضغط على always يمكنك هنا أن تقوم بعمل فلاش إذا أردت ذلك الوجت وغيرها يمكنك أن تقوم بالبحث مثلا عن تطبيق معين وهذا سوف يوفر عليك المسافة وغير ذلك ويمكنك الذهاب مباشرة إلى الابس أو الابليكيشن التي توجد بهاتفك الاندرويد كما تشاهدون ما يعني رائع جدا أنصحكم بهذا التطبيق هذا التطبيق أنا دائما أستعمله من أجل أن أقوم بعمل كاستمايز للهاتف بحيث أن هذا التطبيق يمكنك من عمل بلور للخلفية أنه يقوم بعمل ضبابية للخلفية الموجودة على هاتفك الاندرويد مثلا أنت أحببت صورة معينة بتطبيق معين وقمت بتحميلها ووضعتها كخلفية لهاتفك الاندرويد هذا التطبيق يمكنك من عمل ضبابية عليها لكي تصبح بشكل أنيق جدا ولكي تصبح الأيقونات تظهر بشكل واضح أكثر مثلا يمكنك اختيار الصورة من الجالوري أو يمكنك اختيارها مثلا أنا أريد أن أقوم بعمل ضبابية على هذه الصورة هنا يمكنك أن تتحكم بشدة الضبابية بالشكل الذي يحلو لك أنا أفضل بهذا الأسلوب وبعد ذلك تقوم بالضغط على أوكي يعني تقوم بالضغط في الوسط ثم تقوم باختيارها كخلفية للهاتف والآن لاحظ معي ماذا سوف يحدث أقوم بالعودة وسوف أجد فعلا أنه تم عمل بلور لهذه الخلفية وكما تشاهدون يصبح الشكل الأروع وهكذا يعني كل ما هو مكتوب وجميع الأيقونات الموجودة على الهاتف تصبح واضحة أكثر التطبيق الموادي هو تطبيق سناب سيد هذا التطبيق وهو مطور من جوجل وهو تطبيق روعة روعة لدرجة من تصدقها عندما سوف تقوم أنت بتجربتها لأول مرة سوف تقول هذا التطبيق لا أظنه جميل لكنني سوف أقدم حلقات ودروس على هذا التطبيق من أجل أن تجعل صورك رائعة جدا كما لو أنك قمت بتصميمها بالفوتوشوب حسنا سوف أقدم لكم أزيد من خمس دروس لكيف تقومون بتغيير جودة الصورة الخاصة بكم من الألوان وغير ذلك عن طريق هذا التطبيق إن شاء الله في هذا الأسبوع في هذا الأسبوع سوف أقدم لكم هذه الفيديوهات لذلك انتظروها وقوموا بالاشتراك بالقناة إذا أردتم أن تتوصلوا بجديد الفيديوهات إن شاء الله الآن دعونا نقوم بأخذ صورة إذن على سبيل المثال يا أصدقائي سوف نقوم بأخذ هذه الصورة الآن دعونا نقوم بعمل بعض التعديلات البسيطة عليها حسنا يمكنك أن تقوم بالتعديل على تون إيميج بحيث أنك تقوم بزيادة في إضاءة الصورة كما تشاهدون سوف نقوم بالضغط على أوكي بعد ذلك سوف نقوم بالتعديل على الديتيل نقوم بالزيادة في الديتيل كما تشاهدون معي نقوم بالضغط على أوكي الآن سوف نقوم بالضغط مرة أخرى وبعد ذلك نقوم بالذهب يمكنك أن تقوم بتقطيعها أو عمل روتايت عليها نحن سوف نقوم بالذهب إلى الوايت بالنس بعد ذلك يمكنك أن تقوم به كما ت specialize سوف أتركه هكذا نضغط على أوكي بعد ذلك سوف نقوم بالذهب إلى س昨 то يمكنك أيضاً أن تقوم بإزالة بعض الأشياء إذا أردت ذلك مثلاً تقوم بالضغط هنا على Health وبعد ذلك إذا أردت مثلاً إزالة شيء معين على سبيل المثال أنا أريد أن أقوم بإزالة هذا الشيء لاحظ معي لقد تمت إزالته يعني بشكل رائع جداً كما تشاهدون هكذا نضغط على OK وبعد ذلك نقوم بالعودة كما تشاهدون معي بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالتعديل من Curves هنا يمكنك أن تقوم يعني بـ نعم هكذا هكذا نضغط على OK بعد ذلك يمكنك أن تقوم بعمل بعض الفلاتر سوف أقوم بالذهاب إلى سوف أقوم باختيار بعض الفلاتر كما تشاهدون معي هكذا سوف أقوم يعني بالزيادة أو النقصان الآن دعونا نمر إلى تطبيق Control Center Control Center يا أصدقائي وهو تطبيق محاكي للآيفون أو للإصدار الجديد من iOS 11 وكما تشاهدون يوفر لك هذه الوجهة البسيطة التي توجد على الآيفون يمكنك أن تحصل عليها بهاتفك الأندرويد تقوم بإطائه هنا الصلاحية وبعد ذلك لاحظ معي سوف أقوم بالعودة عندما أقوم بالسحب من الأسفل إلى الأعلى لاحظ معي ماذا سوف يحدث يعني تنبطق معي هذه النافذة هذه النافذة أستطيع من خلالها أقوم بزيادة بسطوع الشاشة أستطيع أن أقوم بزيادة بسطوع الشاشة أستطيع أن أقوم بخفض أو زيادة في الصوت وأستطيع أيضا أن أقوم بإضاءة الفلاش أو فتح الكاميرا أو الكالكيليتر أو أستطيع أن أقوم بعمل تور نون للواي فاي أو البلوتوت أو أستطيع أن أقوم بعمل هاتف في فو في وضعيات الطيران وأيضا تشغيل الموسيقى كما تشاهدون يعني واجهة أساسية توفر لك جميع الأدوات التي أنت بحاجة إليها يعني تطبيق يستحق أن تقوم بتجربته الآن يا أصدقائي دعونا نمر إلى التطبيق الموالي وهو عبارة عن خلفية متحركة نقوم بالضغط على Open جميع تطبيقاتي أصدقائي سوف تجدونه أسفل الفيديو في الديسكريبشن بروابط مباشرة من على جوجل بلاي ستور كما تشاهدون بالنسبة لهذا التطبيق يوفر لك هذه الألوان الجدابة والتي يعني تستمر يعني بالحركة في شاشة هاتفك واو صراحة روعة هذا التطبيق جميل جدا وأنا يعني كنت أستخدمه لمدة طويلة جدا الآن دعونا نمر إلى التطبيق الموالي إذن يا أصدقائي التطبيق الموالي وهو هذا التطبيق الرائع جدا وهو تطبيق الفوتوشوب وهو تطبيق فوتوشوب احترافي جدا لأنه لا يتطلب منك مهارات بحيث أنك إذا أردت أن تقوم بقصص صورتك وتقوم بتغيير الخلفية يعني أنك تريد أن تقوم بتغيير الخلفية أو تريد أن تقوم بعمل ضبابي على الخلفية لكي تظهر الصورة كما لو أنها ملتقطة بكاميرا احترافية جدا هذا التطبيق يمكنك من ذلك تستطيع أن تقوم بالدخول إلى التطبيق وبعد ذلك تقوم باختيار الصورة التي أنت تريد التعديل عليها وبعد ذلك تقوم بالضغط على أوكي لاحظ معي ماذا سوف يحدث لهذه الصورة حسنا بالأول لا يهمنا نحن ماذا سوف يحدث بالأول لأنه يعني ليس بالشيء المهم يمكنك هنا أن تقوم هنا لدينا السكين هنا لدينا الباكراوند لاحظ معي واو يعني لقد قام بقص الصورة تماما لاحظ معي لقد قام بقص الصورة على الرغم من أنها يعني لاحظ معي كيف كانت من قبل يعني لاحظ معي بالنسبة للشكل الخارجي للصورة يعني لا أعرف كيف قام بقصها بياتي الاحترافية لاحظ معي واو يعني هنا يوفر لك عدد كبير من الصور التي يمكنك أن تقوم يعني بيئة الاختيار مثلا لاحظ معي هذه الصورة رائعة جدا يعني تظهر بشكل احترافي وجميل يعني أحببت هذا التطبيق صراحة يعني يوفر لك عدد عدد كبير جدا من الأشكال ومن الخلفيات الجاهزة التي يمكنك أن تقوم بوضع نفسك مباشرة عليها كما أنك تستطيع أن تقوم بالضغط هنا على Custom Background أي أنك أنت من تحدد تلك الصورة يمكنك أن تقوم بوضع نفسك في صورة أخرى فقط تقوم بالضغط هنا وتقوم باختيار الصورة التي تريد وضع نفسك عليها يمكنك أيضا أن تقوم بعمل ضبابية للخلفية بالضغط هنا ولاحظ معي لقد أصبحت الخلفية بشكل ضبابي ترجمة نانسي قنقر